بشكل متسارع تتولى ردود الفعل بعد مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني إذ أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قد قتل في بغداد في غارة أمريكية استهدفت موكبا له عقب خروجه من مطار المدينة وعلى غير المتوقع وبعد ساعات قليلة على تأكيد الخبر خرج عراقيون إلى شوارع بغداد احتفالا بمقتل الرأس الأول بالحرس الثوري الإيراني وقائد عملياته بالعراق وعلى المستوى الرسمي دعا الرئيس العراقي إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة العليا للبلاد عقب مقتل قاسم سليماني أما إيران التي ما تزال أثر الصدمة مخيمة عليها فقد صارع رئيس خارجيتها جواد داريف إلى التنديد الشديد بالهجوم وتوعد أمريكا بالرد القاسي على حد وصفه إن الهجوم الأمريكي على موكب سليماني ومرافقه إرهاب دولة وانتهاك لسيادة العراق إن دم قاسم سليماني سيمكن شجرة المقاومة وسيوحد الشعب الإيراني أكثر من ذي قبل وسيضعف سياسات الولايات المتحدة في المنطقة أكثر من أمس الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهو حليف إيران بالمنطقة دعا بلهجة شديدة إلى ما سماه القصاص من قتلة الجنرال الإيراني النافذ في وقت أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أمريكا على هذه الجريمة البشعة على حد تعبيره ردود الفعل الدولية المناددة والمتوجسة من تبعات الحادث تنسلت بشكل سريع هي الأخرى حيث دعت الصين الأطراف ذات الصلة وخصوصا الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس أما روسيا فقد اعتبرت أن من شأن مقتل سليماني تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ودعت فرنسا من جانبها إلى إحلال الاستقرار في المنطقة ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحجد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بعد أيام على هجوم غير مسبوق شنه متظاهرون مؤيدون لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت مقرات لفرع حزب الله ببغداد وأسفرت عن مصرع ومقتل العشرات